منتخبنا الأولمبي ووصوله للمباراة النهائية والحقيقة رغم الخسارة في الأكسترا تايم طبعا أمام المنتخب المغربي إلا أن كل المصريين فخورين بأداء شبابنا وفخورين بأن اللعيبة يعني اللعيبة دول خلي بالك وهم راحين البطولة ما كانش حد متوقع منهم أي حاجة وساعات ده بيكون ميزة أن ده بيشير الضغوط من على العيبة لكن أنا قلت لكم بعد أول ماتش والماتش يعني اللي كان فيه تعادل وكانت الناس كلها بتتكلم من الفرقة وحشة والفرقة مش تقدر أنها تكمل في البطولة أنا قلت لكم هنا أن إن شاء الله فريقنا هيكون موجود في النهائي إن شاء الله فريقنا هيحجز مكان في أولمبياد باريس 2024 فيه حاجات كتير خلتني متفائل بالفريق ده وتاني أنا ما بقولش الكلام ده بعدما الناس اشتغلت كويس أنا كنت بقول الكلام ده من أول البطولة وما كنتش بقول كده على فكرة أن أنا أدعم بس وخلاص أنا فعلا لما بتفرج على حاجة وبشوف حاجة بشوفها بقيمها اللي أنا شايفها أول حاجة في حالة تلاحم شديدة جدا أو كبيرة جدا ما بين اللعيبة وما بين اللعيبة والجهاز وما بين اللعيبة والجهاز والمشرف العام على المنتخب الكابتن محمد بركات اللي أنا بحقيقيه أول حاجة بحقيقيه على اختيار ميكالي المدير الفني لأنه كان ليه دور كبير فيه اختياره رجل مخضرم فيه المرحلة السنية دي وخلي بالكو فيه مدربين بتوع المرحلة السنية دي يشتغلوا عليها بيشتغلوا بيها كويس جدا لو طلعوا منها ممكن ما ينجحوش ميكالي واحد منهم خبير في المرحلة دي زي ما حضركوا عارفين ان هو ميسك منتخب البرازيلي قبل كده وميسك وكسب بيهم يعني المدالية الزهبية مع المنتخب البرازيلي ولكن واضح ان فيه شغل مدرب أول حاجة بندفع كويس جدا ملتزمين تكتيكيا اللعيبة عندها وعي تكتيكي كبير ده شغل مدرب بلاس بقى شغل مدرب ولما بقول شغل مدرب بقول شغل يعني معناها شغل جهاز يعني الناس كلها طبعا فيش حد بيعرف يشتغل او يقدر ان هو ينجح او يشتغل لوحده ولكن انا بقول لكم ان حصلت حاجات كتير ودت المنتخب ده للمنطقة اللي هو يقدر ان هو او نقدر نتفائل بيه خير ان هو يعمل الوليمبيج جيمز اللي جاية يعملها بشكل كويس وممكن ينافس على مداليا مبارح على فكرة رغم ان فيه العيبة بتلعب في المنتخب المغربي بيلعبه في أنداج كبيرة برشلونة وبيس في اندهوفن ده كلام جميل جدا إلا ان لعبتنا مبارح ظهروا بشكل كويس ومعنى شكل كويس بتكلم على وعي تاكتيكي وبتكلم على كواليتي يعني لولا ان اللعيبة تعبت فعلا طبعا بيلعبه نقص عددي فترة طويلة جدا من المباراة ومش سهل ان هم ان هم يستحملوا يعني طارد محمود صبر في الديها في الديها 17 لكن اللعيبة ما بتكلمش على الروح بس في كواليتي كواليتي في الخروج بالكورة حتى في الهجبة المرتدة وأكبر دلي على الكلام اللي أبقولهلكو ده ان النهاردة يعني بعد إعلان تشكيل البطولة أو أفضل تشكيل البطولة أو تشكيل نجوم البطولة في أربع العيبة مصريين موجودين في البطولة البطل حمزة علاء حارس مرمى منتخبنا اللي برغم الخطأ بتاع امبارح إلا انه عمل بطولة كبيرة جدا ده تشكيل أمام حضراتكم للبست 11 يعني أو أفضل تشكيل في البطولة هتلاقوا إن حمزة علاء موجود أربع العيبة من مصر وده نجاح كبير جدا للمنتخب حمزة علاء حسام عبد المجيد اللي لعب بطولة كبيرة جدا وحمزة علاء لعب بطولة كبيرة جدا جدا وبقول له ما تزعلش من الجول بتاع مبارح أي جول بيغلط والكرة مش سهلة وشايفها متأخر ولكن لازم تتعلم من أخطائك وترفع راسك لازم ترفع راسك لأن انت اختيارك في منتخب البطولة أكبر دليل إن الخطأ بتاع مبارح ما يأثرش أبدا 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 على تقييم كل المحللين والخبراء لك خلال البطولة حمزة علاء هيكون واحد من حراس المرمل لو كمل بنفس الشكل إن شاء الله من حراس المرمل اللي هو مستقبل كبير جدا حسام عبد المجيد لعب بطولة كبيرة جدا وكان القائد بتاع خط الدفاع خط الدفاع بتاعنا ومشاء الله عليه في التعامل في كل الكرات العالية الكرم مشتركة حتى الحاجات الفيفتي فيفتي الاسبرنتات اللي ما بينه وما بين لعيبة عندها سرعات كبيرة جدا كان قادر ببرجله وخطوات رجله إنه هو يكسب سرعات كبيرة جدا ومصر كسبة مدافع جيد جدا وانا بقول إن النجاح الحقيقي لاستمرارية الشباب دول خلي بلكوا الشباب دول عندهم في الصيف اللي جاي عندهم الأولمبياد باريس 2024 وانا سعيد جدا إن فيه تواصل واضح ما بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي مش عن طريق تواجد فيتوريا بس مع الولاد في البطولة ولكن رغم إن تواجد فيتوريا في البطولة شيء يحسب لي لأنه ممكن مدرب تاني يقول لك أنا مش شغلتي عادي مش هروح لكن ده معناه إن هو رجل بيشتغل بقلبه لكن الأهم إن فيه تواصل بحقه حقيقي يعني ما بين المنتخبات اللي طلع وده نجاح كبير جدا ما كانش ما كانش موجود عندنا على فكرة ما كانش موجود عندنا وأنا بقول إن أهم إنجاز لاتحاد الكورة حصل من أول توليهم المسؤولية أو من أول نجاحهم في الانتخابات هو هو اختيار فيتوريا وميكالي فيتوريا وميكالي قدروا بذكاءهم وبخبرتهم كل واحد في حتته ومن هم جايين يشتغلوا بقلبوهم خلي بالكم فيه مدرب أجنبي بيجي يشتغل بيأكل عيش بيأكل عيش يعني بيشتغل عادي زي الراجل مع احترام الكبير اللي الراجل المكسيكي اللي مسكنا اسمه أجيري أنا كده ويمشي يعني معلش بيحترام الكبير لي يعني أنا آسف يعني أنا بقولي الكلام ده لكن كان واضح وفيه مدرب زي فيتوريا زي ميكالي جايين يشتغلوا بقلب جايين فعلا عايزين يطوروا الكرة المصرية وفعلا بعض الحاجات اللي عملوها بيينت ان فيه تواصل ما بين منتخب الشباب ورغم خروج منتخب الشباب من كاس الأمو الأفريقية للشباب لكي مش مشكلة انت لازم تشتغل ان الولاد دول يفضلوا موجودين لان دول جزء مهم جدا من التواصل اللي موجود ما بين المنتخب الأول والأولمبي ما ينفعش تقطع الحتة دي لازم تفضل موجودة واللي أنا عرفته ان فيتوريا اخترح ان يبقى فيه منتخبات لكل السنين زي ما شرحت لحضراتكم الاتحاد البرتغالي عنده عشر منتخبات من أول تحت 14 سنة لغاية المنتخب الأول عنده عشر منتخبات احنا لازم نعمل كده ونجمع الولاد دول ونشتغل عليهم ويبقى عندنا فريق كشفين بيشتغل بيلف المحافظات وبيختار أحسن أحسن لعيبة وبيتعمل لهم تقييم كل ست شهور هو ده الشغل الحقيقي للتطوير اللي أنا بقول لحضراتكم عليه لكن يحسب الاتحاد الكرة عشان لازم ان أنا أدي كل واحد حقه زي ما بهاجم الناس زي ما بهاجم الناس لما بيكون في حاجات تستحق الهجوم والانتقاد ليس عدواتا مع أحد ولا أنا مستقصد حد ما فيش بني وبين أي حد فيهم أي حاجة ربنا يعلم وهم يعرفوا كده كويس قوي ولا ليا دعوة مين يجي ولا مين يروح أنا ليا دعوة ان لازم في مصر مصر تستحق ان كل منصب يبقى فيه الراجل او الست الصح او الشخص الصح اللي ماسك المنصب ده اللي مؤهل انه هو يطور الحتة بتاعته الشخص المناسب للمكان المناسب او للمنصب المناسب انت النهاردة عندك اتنين مدربين كويسين جدا لازم تسمعهم وتسمع لهم كويس قوي لأنهم عندهم خبرات في الحتة دي بشكل بشكل كويس وفيتوريا أنا ما عادش مع ميكالي قبل كده لكن متخيل دماغه عاملة ازاي لكن فيتوريا أنا ما عادت معاهت يعني بسط راكل بيتكلم صح بيتكلم في كل الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها واللي أنا بفكر فيها واللي أي حد على فكرة مش معضلة يعني بأي حد بيفكر في الكرة صحة وامتابع الناس اللي اتقدمت ازاي هيبقى بيفكر في نفس الديريكشن ونفس الاتجاه اللي أنا كنت بقول لحضراتكو عليه واللي هتلاقي في التوريا بيتكلم في نفس الاتجاه وأنا متأكد لو قعدت ميكالي إن هو هيتكلم في نفس الاتجاه لازم نبعد عن أي حاجة فيها مجملات لازم نبعد عن أي حاجة فيها حسابات لازم نبقى هدفنا واحد بس وإيه هو التطوير إن احنا نطور الكرة في مصر فانا سعيد إن فيه تواصل